النهاردة جاي اتكلم عن ميزة ممتازة جدا في مايكروسوفت اوفيس 365 وهطبقها على الدرايف ليه هطبقها على الدرايف؟ لأن الدرايف الفرجن اللي شغال عليه هو مايكروسوفت 365 واللي اي حد عنده اكاونت على مايكروسوفت مجاني يقدر يخش ويستخدم هذا الاكاونت كل اللي عليك ان انت هتروح للاكاونت بتاعك على مايكروسوفت اوفيس وتفتح وان درايف ومن وان درايف منتهى البساطة بتروح للابس الموجودة هنا في جهة الشمال وتبتدي تختار الورد وتبتدي تفتح الورد يعني النهاردة الميزة اللي احنا جايين نتكلم عنها موجودة في تطبيق الورد نفتح كده بلانك دوكيمنت واكلمكم بشكل سريع على الميزة بتاعت النهاردة الميزة بتاعت النهاردة ممكن استفيد بيها ايه؟ ان انا احول الاوديو ملف الاوديو وبيه فورمات مختلف الى ترانسسكريبت ترانسسكريبت ممكن انا استخدمه مثلا علشان احط ترجمة على محتوى من خلال الترانسسكريبت ده او لو انا عندي مثلا محاضرة نفتح كده بلانك دوكيمنت واكلمكم بذي اعمل لها تفريغ صوتي ممكن اعمل هذا التفريغ الصوتي من خلال الميزة اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة نروح لديكتيت لو روحت لديكتيت ودست على السهم ده اللي تحت اللي هو دروب داون ليست هتلاقي دكتيت وحتلاقي ترانسسكريب نروح لدوس على ترانسسكريب حيبتدي يفتح لي في الباند ده الترانسسكريب بيقول لي انه هو يقدر يجينيريت ترانسسكريبت عن طريق ان انت بترفع اوديو فايل بكذا فورمات .wav.mp4.m4a.mp3 فاذا بيبديني ملفات مختلفة اقدر ارفع بيها ملف الاوديو الجميل بقى كمان وده الاجمل ان هو بيدعم لغات كتير جدا منها اللغة العربية ولغات تانية اخرى فانا هنا حرفع ملف صوتي باللغة العربية وحاختار ارابيك ايجيبت وتقدر تختار ارابيك كذا دولة على حسب انا حاختار ارابيك ايجيبت وحبتدي اعمل ابلود اوديو فيه ستارت ريكوردنج تقدر تسجل ويحولك لترانسسكريب ولكن انا النهاردة جاي اركز على الابلود اوديو فهنا حبتدي ان انا اقول له ابلود اوديو وهنا انا محضرة ملف حبتدي ان انا ارفعه هنا حبتدي ان هو يرفعه زي ما احنا شايفين على حسب حجم وطول الاوديو الوقت ده اللي هياخده هنا انا عندي حوالي دقيقة او ثمان ثواني انا محبتش ان انا بس عشان ما ياخدش وقت كبير في الرفع زي ما احنا شايفين عملية رفعه مش هتاخد وقت كتير يعني انا بكلمك ووصلنا حتى الان ليه 63% خلاص كده انا شايف الملف بتاعي شارف على الانتهاء اهو خلاص اترفع زي ما احنا شايفين هيظهر لي الشكل احنا حنشوفه ادي الملف بتاعي هو 34 ثانية بس كمان انا قدت معتقد ان هو دقيقة وهنا اقدر ان انا اسمعه بالمنظر ده كده عشان اتأكد ان هو صحيح هنا ممكن ارجع الاول هنا ممكن اروح فورورد وهنا باك وهنا ممكن ازود الصرعة البلاي باك ستيد ممكن انا ازودها وهنا ده عبارة عن فوليوم برضو ممكن انا اتحكم في الفوليوم وانا بسمع الجميل با ان انا ممكن اعمل ادت كمان على الاسبيكر هنا الاسبيكر مثلا هقول مروة وهنا هعمل اتشك اه علامة صحي رايت اتشك على تشينج او الاسبيكر 2 عشان يحول لي كله لاسم مروة الاسبيكر وبعد بقى ما خلاص هو فرق لي كده الترانسسكريبت التاعي طبعا هو كان اطول من كده بكتير ولكن انا عشان وقت الفيديو هبتدي انزل تحت الحاجة اسمها add to document وابتدي ان انا ادوسها على drop down list هيظهر لي just text هنجرب مع بعض كل حاجة just text هبتدي يحط لي text فقط هنزل تحت هبتدي اجرب with speakers باسامي الناس اللي بتتكلم وبعد كده with time stamps انا بيديني بالtime stamps دي لايه دي اللي انا بشاور عليها فيه كمان عندي with speakers and time stamps يعني اللي بيكلم وكمان time stamps اختار الحاجة اللي انت عايزها وضفها ليه document زي ما احنا شايفين فيه كذا option وكذا طريقة في new transcription ده لو انا عايزة اعمل transcription مرة تانية او حاجة جديدة تانية ارفعها وهكذا وبشكل عهم حاجة زي كده ممكن تفيدنا في ايه فيه عملية التفريغ الصوتي للملفات فدي حاجة ممتازة جدا عندي ملف وعايزة اعمله تفريغ صوتي باي لغة زي ما احنا شايفين وزي ما احنا شايفين تمسك بالاشياء الصغيرة التي تطفي على النفس بهجة فهي التي تساعدك على تحمل اعباء الحياة هنا لو انا مثلا زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده انا ممكن لو هعدل ماش هعدل تقريبا على حاجة بالرغم انها لغة عربية يعني لذوقت مررة الخيبة هنا بس هشيل الايه هشيل الالف اللي هنا وخيبا بالمنظر ده يعني هعمل قدة بسيط جدا يعني انا شايفة ان هو نسبة الدقة بتاعته 99% انا عدلت على كلمة واحدة من كل المكتوب اذا دي ميزة جميلة جدا في مايكروسوفت حبيت ان انتوا تستفيدوا بيها اشوفهم في فيديو القادم بإذن الله تعالى على القناة Info Take For You كنت بشوفنا اول مرة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنت من متابعين الاعزاء ما تنساش لايك وشيرو الكومنت واشوفكم في فيديو القادم بإذن الله تعالى وفيديو مفيد على قناة Info Take For You